أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا في سلسلة الأخبار الفلكية نحن نحكي عن تأثيرات انتقال الكواكب وتأثيرها على جميع الأبراج وعلى الطوالع وهي أفضل للي بدي يعرف الفترة القادمة إيش اللي يستغله إيش اللي يحذر منه وخصوصا هاي تيجي على حسب مدة موقوث الكوكب في البرج فعشان هيك بتكون معك نظرة أما للمستقبل إنك تعرف إيش اللي رح يركز عليه كل كوكب بالنسبة لإلك وبالنسبة لبرجك بشكل قوي الفترة هاي رح نحكي عن عطارد اليوم عطارد طبعا بما أنه السنة هاي لها علاقة بعطارد لأنه هاي 2021 فبما أنها 2021 يعني الأرقام اللي متواجدة هي 2 2 1 ومجموعها 5 وهي ارتباطها بعطارد إذن هاي السنة ترتبط بعطارد بالكامل فعطارد من الكواكب الأساسية اللازم نحكي عنه لأنه رح يكون تأثيره قوي جدا علينا طيلة الفترة طيلة السنة بمعنى آخر فعشان هيك أدق التفاصيل لازم تنحك عن هذا الكوكب اعتبار من يوم الجمعة 8 1 أي تمام الساعة 11 59 دقيقة ظهرا بيدخل كوكب عطارد برج الدلو وبيمكث فيه حتى تمام الساعة أو تمام مساء يوم 31 في حركة أمامية يعني من 8 1 ل 31 رح يكون بحركة أمامية يوم 31 رح يبدأ في عملية التراجع في نفس البرج اللي هو في الدلو طبعا عملية التراجع هي فترة سلبية جدا رح تمتد لمدة ثلاث أسابيع من تاريخ 30 1 يعني ليوم 21 2 بعد يوم 21 2 بيرجع للحركة الأمامية مرة ثانية في نفس البرج عشان هيك في عنا فترة إيجابية فترة سلبية اللي حكينا اللي هي بتيجي من 31 لـ 21 2 تراجع عطارد بعدين من 21 2 لغاية 15 3 حركة أمامية في نفس الدلو فإحنا الآن رح نحكي عن الحركة الأمامية ما رح نحكي عن التراجع تراجع من خليلو حلقة قبل التراجع بقى كم من يوم نحكي عنها لأنه سلبي جدا وتأثيراته رح تكون ضاغطة طبعا عطارد بما أنه رح يدخل على برج الدلو فإلو تأثيرات سلبية كثيرة يعني ممكن ما تحسوا بالإيجابيات اللي رح تم نحكوا إياها لأنه رح يشكل زوايا خطيرة جدا رح نحكي عنها بعد ما نكمل المقدمة بيشعر مواليد برج الدلو بقوة الفكر والإدراك الجيد طالما عطارد ماشي بحركة أمامية ولكن بما أنه زي ما حكينا بدي شكل زوايا سلبية فرح يكون في تضارب بالتوقعات فاللي بيحكي توقعات ممكن يغلط فيها فعشان هكي بنوخذ إحنا قديش حجم الزوايا اللي رح تصير وإمتى رح تصير عشان نعرف السلبية إمتى رح تكون طبعا العطارد رح يعطيك اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالفكر والإدراك الجيد للأمور والقدرة على إقناع الغير بأراءهم ووجهة نظرهم بينشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الهوائية الأخرى مثل الجوزاء الميزان والنارية زي الحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد عنده عطارد ساعة ولادته في برج الدلو اللي بيولد وعنده عطارد في برج الدلو بيدرك أو بكون عنده الإدراك عالي جدا وقوة الحدث والإلهام هي اللي بتساعده في اتخاذ القرارات طيب الآن إحنا بنا نحكي عن الإيجابيات ولكن قبل ما نحكي عن الإيجابيات لكل الأبراج وإيش رح يأثر على برجهم وطالعهم يعني فلازم نحكي التواريخ اللي رح يشكل فيها الزوايا الخطيرة وهي مدة طويلة طبعا أول زاوية يعني من مجرد انتقاله يوم ثمانية واحد يوم تسعة واحد بشكل زاوية عشان هيك لو لاحظتوا الفترة هاي ابتداء من اليوم أو من اليوم السابق يوم أمس إنه كثرة حوادث السر وحوادث كانت عنيفة تقلبات الجو تقلبات المناخ الأحداث اللي إلها علاقة بالبيعة بالزلازل بالاتصالات بالمواصلات بالأعطال بأمور إلها علاقة بالسيارات بالهواتف السبب إنه هي فترة الانتقال سلبية يعني ما بين برج لبرج بتصير فترة سلبية ما نسميها خلل إحنا من الانتقال ما بالكو بدو ينتقل يوم تسعة واحد بدو يشكل عطارة زاوية تربيع مع المريخ فمعناته فيه سلبية قوية جدا راح تكون خلال هذا اليوم وما قبله وما بعده بسبب زاوية التربيع هاي اللي راح تستمر مدة تقريبا مدتها خمس أيام في نفس الزاوية وهي متشكلة يوم عشر واحد راح يصير زاوية اقتران ما بين عطارد وما بين زحل ويوم 11 واحد راح يصير زاوية اقتران ما بين عطارد وبين المشتري يوم 12 واحد راح يصير زاوية تربيع برضو بين عطارد وبين اورانوس يعني فيه احداث لها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالمناخ راح تكون غريبة عجيبة لدرجة انه ما حد راح يتوقع ايش اللي راح يصير اهم ايش انكم تديروا بالكو اثناء القيادة وتركزوا بشكل جيد واحكموا عصبيتكم وما تتخذوا قرار بشكل مفاجئ حاولوا تراجعوا حالكو اكثر من مرة الان هاي هيك بالمسار الامامي لما يتراجع بدو يرجع يشكل برضو زوايا مع نفس الكواكب هاي لانه في نفس البرج فيوم التراجع راح يشكل زوايا يوم 10 اثنين راح يشكل نفس الزاوية اللي مع المريخ اللي هي زاوية تربيع وبعدين يوم 14 اثنين بدو يشكل اللي هي الزاوية اللي مع المشتري اللي هي الاقتران بعدين برجع للحركة الأمامية برجع بشكل كمان مرة يوم خمسة ثلاثة زاوية مع المشتري هي أصعب فترة هي الفترة الأولى اللي بتيجي من اليوم ولغاية يوم خمسة عشر أو ستة عشر واحد هذه الفترة اللي رح يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه كلها رح تكون محكومة بتشكل الزوايا فيها صعوبة الآن طيب شو تأثيرات عطارد لما بدخله بكون إيجابي مش سلبي الآن السلبي بتأخذ نفس اللي أنا بحكيه بتأخذ عكسه ماشي فلما نيجي نحكي الحمل واللي طالعهم حمل بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء لما يصير سلبي صعوبة بتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وهيك بتقيس على كل برج بالنسبة لبرج الثور أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل في فترة السلبية بتسوي لهم مشاكل مع العلاقات مع المسؤولين في مجال عملهم وممكن شوي يصير بعض الضغوطات عليهم في مكان العمل أما بالنسبة للجوزاء واللي طالعهم جوزاء بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد الطلاب الأكاديميون في دراستهم ولكن بدهم ينتبهوا أنه في هاي الفترة بتصعب الامتحانات والدراسة والتركيز وخصوصا للطلاب اللي عندهم اللي هم من الجامعيين مش الأكاديميين اللي هم من الطلاب المدارس وبرضو اللي عنده سفر بد يركز بشكل جيد وبدكوا تنتبهوا أثناء ترقلاتكم بالسيارات وممكن يصير عندكم أعطال في سياراتكم أما بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة يعني أي أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة زي بنك ضريبة تأمين أموال الزوج الزوجة ممكن يصير عليها خلافات أو ضغوطات مالية وبرضو بتفيدك كيف أنت تطلع منها لما بيكون إيجابي عطارد أما بالنسبة للأسد بتعطيهم قدرة على أنهم يتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفة بينهم وبين الأزواج ولكن في لحظات الزوايا هاي اللي حكينا عنها بصير في صعوبة أو في ردات فعل سلبية أو زعل أو يعني أخذ على الخاطر من خلاف معين بصير بينه وبين الشركاء أما بالنسبة للأسدراء بتفيدهم أفكارهم مع زملاء العمل ولكن في فترة السلبية ممكن يصير خلاف ما بينهم وبين زملاء العمل عشان هيك بقول سجلوا التواريخ عشان تعرفوا إمتى الفترات الصعبة عليكم أما بالنسبة للميزان بيمارسوا نشاطات أدابية وبيحثوا أولادهم على الدراسة ولكن برضو بيصير مشاكل بينهم وبين أحباءهم لأنه هذا بيتهم الخامس وبرضو بيصير عندهم صعوبة للإدراك وعصبية أثناء تعاملهم مع أبناهم أما بالنسبة للعقرب بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية ولكن بدهم يحذروا في الأيام السلبية من خلافات عائلية وسوء تفاهم ما بينهم وبين أفراد العائلة وبعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للقوس واللي طالعهم قوس بيستفيدوا الطلاب الإبتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة فبما أنه رح يصير سلبي معناته موليد برج القوس بدهم يركزوا وما يرتجلوا ويدققوا في الإجابات وبيجدوا صعوبة في التركيز أثناء القراءة وممكن يشتروا سيارة وينغشوا فيها أو ممكن أنه يتعرضوا لحادث لا سمح الله أنه بدهم يكونوا منتبهين من هاي الأمور أما بالنسبة لموليد برج الجدي فبتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال ولكن في سلبيتها بتزيد عندهم احتمالية صرف الفلوس أو النقود أو المصاريف للزيادة اللي بتجيهم فبنضغطوا ماليا أما بالنسبة لموليد برج الدلو بتفيدهم بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بآراهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات ولكن سلبيتها أنه شوي بتخلي التركيز عندهم يعني مش قوي وممكن تشكل لهم بعض الصدامات أو الخلافات ما بينهم وبين بعض الأشخاص ما يقدروا يعبروا عن وجهة نظرهم أو يصير عندهم بعض الفوضى في التركيز فبدهم يركزوا على هاي النقاط وينتبهوا أثناء ترقلاتهم أما بالنسبة إلى موليد برج الحوت فبيبدأوا اهتمامهم في الأمور الغيبية ولكن بتكثر عندهم الأحلام لما بصير سلبي بتكثر عندهم الأحلام والأوهام وأضغاث الأحلام والوساوس والقلق الغير مبرر فبدهم ينتبهوا من هاي النقطة من الشك والغيرة وأمور الوسواس والأحلام في الفترات السلبية اللي احنا ذكرناها في بداية التوقع هيك منكون احنا انتهينا من توقعاتنا أو من كلامنا عن عطارد نسأل الله أن الإيجابيات تصير والسلبيات ما تصير والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء